الحكومة الكندية في الفترة الحالية وهي ليست الدولة الأولى التي تسعى إلى تنظيم العمل على شبكة الإنترنت من خلال قانون النشر على الإنترنت أو الـ C-18 وهو قانون يحاول أن يقوم بفرض بعض الرسوم على المحتوى الإخباري الذي تقوم بتقديمه المؤسسات الإعلامية الكندية ويقوم بدفع شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة جوجل وشركة متة وهو الأمر الذي ترفضه شركة جوجل وشركة متة لأنه سوف يقوم بفتح الباب أمام كل الدول لكي تقوم بالمطالبة بمثل هذه العوائد الإعلانية وهذه الحقوق لما يتم نشره من أخبار